وفي نقطة مهمة أنا هتكلم على العيب لعيب بس لازم الأول هتكلم على محمد صلاح هتكلم تعالوا معي بقى إيه بالكاميرا شوية هنا عشان عايز أقول كلمتين من القلب لمحمد صلاح محمد صلاح النهاردة قائد راجل حماسي مهاري سريع قوي هداف كل الصفات الممكنة أقولها على محمد صلاح إحنا النهاردة ما كانش معانا أفضل لاعب في العالم وبس إحنا كان معانا المصر الأصيل الجدع اللي بروحه بقلبه كان شهم في الملعب ليه يا كريم هو أنت بتبالغ شويتين لا يا فندم ارجع للمباراة وشوف اللي حصل في ديئة 19 وشوف اللي حصل في ديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوت الأول وإنت تعرف أنا بقولك كلمتين دول محمد صلاح في ديئة 19 كان جوه منطقة الجزاء في كرة متحدكة مش كرة ثابتة جوه منطقة جزاء منتخب مصر بيطلع كرة براسه محمد صلاح أصلا ما بيرجعش يدافع محمد صلاح في ديئة 46 ديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوت الأول عمل عودة دفاعية مش طبيعية بمنتهى السرعة بعد كرة ثابتة هجومية لمنتخب مصر تردت علينا بهاجمة مرتدة للسنغال ضرب سبريند دخل منطقة الجزاء كان بين الوينش وبين ياسر إبراهيم محمد صلاح عشان يأمن خط تفاع منتخب مصر ده غير الهدف طبعا اللي ساهم فيه ودخل من مدافع السنغال في مرماء كل ده بيعمله محمد صلاح ده محمد صلاح عارفينه تريزي جيه إيه الرجولة دي إيه الرواعة دي إيه الرجولة إيه الرجولة والحماس والالتحامات القواية جدا مع كل قابة السنغال المصطفى محمد لحد ما خرج أرهق مدافع السنغال أو على الأقل عارف لبعض الوقت إنه هجوميا مرموش لما نزل عمل أداء رائع جدا السلاسي حمدي فتحي والسلية وإنني عملوا أداء رائع جدا النهاردة هتقولي إنني عمل أداء رائع جدا النهاردة تعال بقى أكلمك عن إني شوية أنا عارف إن معظم الناس اتكلموا النهاردة إنني ما كانتش في مستوى جيد أو إنني ما كانتش في أفضل مستوياته في نقط أنا عايزك دايما لما تبقى متعصب وإنت متحمس كلنا النهاردة كنا متعصبين ومتوترين جدا وحنمتفرج على المباراة فأي لعب بيلمس الكرة غلط وحنمت سرخين طبيعي طبيعي بس لما تهدى وتاخد نفسك والحمد لله سيمنا المطش اتفرج على المباراة مرة أخرى بمنتهى الهدوء لو قدرت لو عندك وقت ليه محمد النني المدرب دايما بيشاركه ما بيلعبش مع أرسن يلعب مع أرسن مايلعبش كويس يلعب كويس يلعب وحش أبتكلم على الكويس والوحش ده في إيه في اللمسات الباص التصويب نقل الهجمة الحاجات اللي الناس بتتحفظ فيها على محمد النني ليه بقى أي مدرب بيجي المنتخب مصر لازم محمد النني إيه اللي يفرق محمد النني عن باقي اللاعبين في الملعب ليه محمد النني دايما خيار لأي مدرب ليه أصلا محمد النني كل هذه السنوات موجود في الدورة الإنجليزية ليه ما سألتش نفسك يعني حتى المدربين اتغيروا وبيفضل محمد النني موجود في أرسل شارك أساسي أو ما شاركش أساسي هتلاقي محمد النني موجود في أي تشكيلة لمنتخم مصر باقي مع فريقه في الدورة الإنجليزية فريق أرسل ليه يا عم كريم جاوب على السؤال هجاوب وحضرتك روح يفرج على المباراة تاني بس لما تقولش كريم بيفتي هجاوب وحضرتك روح يفرج على المباراة تاني أي مساحة فضية في وسط ملعب منتخم مصر هتلاقي فيها محمد النني أي لاعب معك كرة في منتخم مصر هتلاقي أول واحد قريب منه محمد النني أي ساكن بول أي كرة تانية هتلاقي أقرب واحد لها محمد النني ده موجود بدني رائع وخرافي ده زكاء ملعب كبير ومش طبيعي وده أو ده قدرات محمد النني الخاصة جدا اللي بيشوفها المدرب لكن احنا وحن نفرج على المباراة يا نني بص عدل يا نني ادي كرة طولية يا نني ما ترجعش الورا في تفاصيل آه طبعا طبعا لو عند محمد النني الحاجات دي هيبقى لعب خارق بس هي ساعدة تبقى عنده فيها مشكلة طبعا هو مش لعب كامل انا مش بقولك يعني ان هو كان ان هو حصل لها بوسط ملعب في العالم مثلا بس انا بفهمك محمد النني ليه ما بيخرجش من الملعب او عفوا انا اسف لانا قلت بفهمك بس انا اقصد اقولك فهمي للأمور او نظريتي للأمور بتقول ان محمد النني ما بيخرجش من الملعب عشان له ادوار تكتيكية كبيرة جدا 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 خد بالك انه مثلا عمر جابر تقدم للهجوم محمد النني بيغطيه عمر السلقية تقدم شوية وزاد محمد النني بيغطيه كرة تانية نزلة من المدافع لمنتخم مصر فمحمد النني هيروح بيستقبلها عمر جابر شايف مثلا ساديو ماني رايح عليه فمحمد النني هو القرائم منه مش كل القرارات اللي خدها النهاردة محمد النني كيات سليمة بس هو لعب زاكي في الملعب تكتكين زاكي جدا انا كلمتها محمد النني كتير عشان اعرف انه محمد النني وانا اعرف ان انا بكلم عكس الطيار يعني اسهل حاجة اطلع قولي النهاردة محمد النني ما كدش في مستوى والعيب سايق بس هو في حقيقة الامر وانا بفرج على محمد النني انا شايف الحاجات دي على اقل دي نظرتي للأمور يعني ممكن تبقى نظرية صحيحة او خطيئة بس انا شفت محمد النني كده النهاردة طيب ترجمة نانسي قنقر